عارف انه 90% من الحاجات اللي انت بتتفرج عليها في التلفزيون ممكن تكون مش حقيقية يعني عندك ده استوديو فاضي اهو بالمنظر ده وانا قدرت اضيف مزيع جوه للستوديو وفي نفس الوقت المزيع ده واخد من نفس حركة للستوديو علشان المشاهد ميحسش انه في حاجة تضافت في المشهد يلا بينا نشوف الطريقة دي تعملت ازاي طيب يا شباب يلا بينا نبتدي على طول مع بعض النهاردة هنتعلم لو انا عندي مشهد متحرك ازاي بقدر ادخل فيه اوبجيكت معين او شخص معين واخليه يطبق نفس الحركة اللي موجودة في المشهد ده كل اللي انا هعمله ان انا هجيه ادوس كده على البروجيكت اتنين كليك وهبتدي احط الستوديو بتاعي وحط كده المزيع اللي متصور على الكرومة وهعمل اوبن هنا كده يا شباب وهبتدي هنا كده اشوف الستوديو ده هبتدي انزله كده على كومبوزيشان جديد بالشكل ده والستوديو لو انا عملت بلاي هنلاقي انه فيه الكاميرا بتاعتي بتدخل زوم بالشكل ده طبعا ايا كانت الحركة اللي بتحصل بقى في المشهد بتاعي اقدر ادخل جواها اوبجيكت معين او حاجة معينة وطبق نفس الحركة بتاعة الحاجة دي طيب تعالوا نشوف ازاي نقدر نعمل ده مع بعض يا شباب انا قبل ما انزل الشخص بتاعي ده تحت كل اللي انا هعمله دلوقتي يا شباب ان انا هطلع على القائمة بتاعة ويندو كده وهنزل على حاجة اسمها تراكر خلاص انا هعمل بقى تتبع للمشهد بتاعي اللي فيه الستوديو ده وعندي حاجة مهمة جدا هنا يا شباب لو الكاميرا هي اللي بتتحرك فبتبقى حاجة اسمها تراك كاميرا يعني انا لو جيت هنا في الاختيارات اللي موجودة عندي هنا كده بنلاقي في حاجة اسمها تراك كاميرا وفي حاجة اسمها تراك موشن امتى بستخدم التراك كاميرا وامتى بستخدم التراك موشن التراك كاميرا دي لو المشهد بتاعي فيه حركة لكاميرا طيب انا المشهد بتاعي ده فيه حركة لكاميرا ولا فيه حاجة بتتحرك جوه المشهد لا انا لو لاحظت كده هلا ان الكاميرا هي اللي بتتحرك الكاميرا هي اللي بتعمل زوم ان او اللي بتعمل تراكينج الكاميرا هي اللي بتتحرك جوه المشهد لكن لو فيه حاجة معينة بتتحرك جوه المشهد يعني مثلا فيه حاجة ماشية هنا مثلا شخص ماشي فيه عربية ماشية فيه اي حاجة يبقى ده اسمه تراك موشن تمام اتمنى تكونوا فهمتوا النقطة دي كويس جدا طيب انا كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هعمل تراك كاميرا يبقى انا حطيت المشهد بتاعي بالشكل دي يا شباب وهبتدي اعمل هنا كده حاجة اسمها تراك كاميرا هدوس عليها وهسيبه كده يعمل اناليزينج طبعا بعد ما خلص الاناليزينج هنا يا شباب بلاحظ انه في مجموعة نقطة اضافت في المشهد بتاعي النقطة دي بقى هي اللي انا هربط بيها لشخصية او اي حاجة جوه للستوديو علشان تبتدي تتحرك معاه ولكن مش هربطه بنقطة واحدة زي النقطة مسلا اللي موجودة هنا علشان النقطة دي لو اختفت اسناء التراكينج التراكينج بتاعها هيبوز فانا هاجي على مجموعة نقط زي كده يعني فيه تلات اربع نقط متضافين هنا كده مسلا وهبتدي اربط بقى الشخصية دي بيهم لانه حتى لو نقطة اختفت انا عندي اكتر من نقطة تالي فبتدي مسلا اعمل كده على مجموعة النقط دي كده وهبتدي ادوس كليك ايمين وهقول له هنا كده كريت سولد اند كاميرا فهيضيف لي سولد جديدة بالمنظر ده بس السولد عندي معمولة يعني او ملفوفة بالشكل ده فانا هبتدي ادوس على السولد دي وهبتدي ان انا الفها علشان تتعيدل معي هلف السولد دي كده هو تمام وهبتدي ان انا اقعدل السولد دي بالشكل ده كده كمان وهبتدي بقى احرك السولد دي زي من عايز طبعا لازم السولد دي تكون معدولة علشان المزيع لما اجي احطه ما يبقاش مقلوب. فهبتدي احط السولد دي بقى في المكان اللي انا عايز المزيع يقف فيه. وممكن ان انا اكبرها كمان شوية كده. وابتدي ان انا ارفعها فوق. ده المكان اللي انا عايز المزيع بتاعي يقف فيه. لو انا عملت بلاي كده يا شباب اهو لو انا اتحركت هلاقي ان السولد بتتحرك معي مع المشهد. طيب ده سولد ايه اللي هيجيب الشخص اللي على الكرومة ده جوه. طيب هقول لكم بمنتهى السهولة بعد ما عملت الصولد دي انت بقى خلصت كل المهمة بتاعتك. الموضوع يعني بعد كده بقي سهل جدا. هاجي على صولد دي كده وهدوس عليها هعمل ممكن ممكن ادوس كلت يمين كده واقول له من هنا او ممكن ادوس على لو انا ماك بدوس على الله و touch pa كنترول او كومنت شفت سي بيديني القائمة بتاعة بالشكل ده. فانا مهم جدا الخطوة دي بقى يا شباب. مش هقوله يعني مش هقوله اه حرك كل الحاجات دي جوه لانا هقوله يعني سيب الحاجات دي اللي هي ده سبهولي من برا. تمام? علشان ما يبصش. لو انا قلت له التراكينج بتاعها يبوز. فانا لازم اقوله كده حبيت تسمي السولد دي زي ما انت عايز سميها. مش عايز تسميها سيبها زي ما هي. وهندوس على اوكي. يبقى انا كده عملت بس في نفس الوقت بتاعي شغال زي ما هو ما بصش ولا في اي مشكلة. كل اللي انا هعمله دلوقتي بعد الخطوة دي يا شباب ان انا هدوس على ده اتنين. هبتدي افتحه كده. فتح لي بالشكل ده. هبتدي امسح بقى السولد اللي انا حطتها دي. وهبتدي اجيب بقى المزيع بتاعي. فخلينا نطلع كده على وهبتدي احط بقى المزيع بتاعي. هنزل المزيع مكان السولد. علشان لما اطلع برا الاقي المزيع. لو حطيت المزيع هنا لما تيجي تطلع برا كده هتلاقي ان المزيع بتاعك اضاف هنا في المشهد بتاعك. طيب انا دلوقتي عندي الكرومة بالشكل ده. برجع تاني. وبقول له بقى الغيلي الكرومة دي. بلغيها ازاي? لو انا جيت هنا كده دخلت على ودخلت على بالمنظر ده. وطبعا افضل حاجة بتلغي الكرومة هنا. هي طبعا بيلغي بشكل حلو جدا. لو انا اه حطيت كده على الشخص ده. وابتديت اخد دي كده واقول له الغيلي او الكرومة طبعا هتتلغى على طول بالشكل ده. لو حابين نشوف انه لو في مشاكل مسلا في الكرومة او حاجة يبقى احنا بنيجي هنا كده بنقول له نيو ونعمل سولد ونخلي لونها احمر. علشان اكتر حاجة هتبين عندي المشاكل بتاعة الكرومة وبنزلها تحت كده. بلاحظ هنا انه الدنيا تمام وما فيش اي مشكلة. طبعا بنتأكد هنا ان دي لو انا عملت كده فالموضوع اه تمام عندي. هنلاقي بس في شوية حاجات بسيطة قوي هنا كده في الكرومة بتاعتي. لو جيت هنا كده بتادي تزبط في الحاجات دي. يعني تعالوا نشوف كده انا لغيت هنا الكرومة بالشكل ده. وتعالوا نشوف كده لو انا عملت كده طبعا. تعالوا نشوف مسلا. ونبتدي نتحكم كده. طبعا مالهاش قعدة يا شباب. انا ببتدي العب في الاركام كده لغاية ما الدنيا بتاعة الكرومة بتعتي بتزبط. فببتدي اعمل كده هو. ببتدي اعمل اه نمسح شوية من الحاجات اللي فيها مشاكل دي بتاعت المزيع. اهو. وخلينا نعمل كده اهو. خلينا نعمل كده. طيب حلو جدا. لو انا لغيت بقى الاحمر ده او السلد الاحمر ده. وطلعت برة كده هنلاقي ان المزيع بابتدى يبقى واقف عندي في الستوديو بالشكل ده. يبقى المزيع بقى واقف عندي بالشكل ده. ولو انا اتحركت كده هنلاقي ان المزيع بتدى يتحرك معي لانه هو معمول تراكنج اصلا. يعني لو ابتديت ارجع واطلع كده هنلاحظ ان المزيع بتاعي معمول مع عادي جدا اهو. بيبتدي يتعمل له عادي جدا. بس لو لاحظنا هنا هنلاقي انه بتاع المزيع يعني لونه احمر شوية والستوديو يعني الاضاءة اللي فيه مختلفة او الالوان اللي فيه مختلفة شوية. فانا هدخل هنا كده تاني. وهبتدي ادخل كده على حاجة اسمها لو دخلت عليها كده بقول له انابل كوريكشن. وابتدي في ابتدي اقلل شوية بتاع المزيع. مش قوي طبعا ما دخلوش في الابيض واسود يعني. طبعا ببتدي اتحكم فيه سنة سنة كده. لغاية ما وشه بس يتشال منه الحمار ده شوية. بعد كده بطلع تاني بلاحظ هنا كده انه بقى مناسب شوية للستوديو اللي هو اقف فيه. بس لو لاحظنا كده هنلاقي ان كل حاجة ليها كده شادو من تحت والمزيع ملوش شادو. طب نعمل الشادو ده ازاي? كل اللي انا هعمله ان انا هاجي على السولد اللي فيها المزيع. وهدوس على دي او دي. هبتدي اكرر ايه بتاع المزيع ده كده اهو. فابتدي اتكرر معي. هبتدي ادخل ادوس على كده. خلاص علشان يجيب لي وبتدي ان انا الف المزيع ده كده بالمنظر ده. شايفين? عملنا ايه? وهبتدي اسحابه تحت. يعني هسحب ده كده هيبقى تحت بالشكل ده كده اهو. خلاص هيبقى في بتاعتي او هيبقى على الارضية بتاعتي. تمام? وهبتدي ان انا اعمله ماسك هدوس على العلامة بتاعت المسك. لو دست عليها تنين كيلك بيعمللي ماسك على طول. هبتدي اصغر المسك بتاعك كده شوية. وهبتدي اصغر المسك بتاعي كده كمان شوية. خلاص. وهبتدي بقى ادخل على فيدر. يعني انا لو دست كده على ال اف بيبتدي يدخل على هنا. ببتدي اعمل فيدر كده علشان المزيع بتاعي في الارضية بالشكل ده كأنه في اسيد كده.겠다 الله بقلل شوية. بقلل شوية كمان. بقلل شوية كمان علشان الشادو بتاعه يظهر بالشكل ده. طبعا قلله على قد ما تقدروا بس يبقى في كأنه كده الارضية آآ من اللمعان بتاعها بتعكس ايه المزيع الواقف ده. طيب لو جيت هنا كده يا شباب ابتديت ان انا ارندر تعالوا نشوف النتيجة بتاعتي هتكون شكلها ايه? دي النتيجة النهائية يا شباب بعد ما اتعملوا مستحيل تلاقي بيتحرك من مكانه. يعني مستحيل الشخص الواقب يتحرك من مكانه ابدا لان انت عملت بشكل مزبوط جدا. الاضافة اللي حابب ان انا اضيفها يا شباب لو انا حبيت مسلا اكبر المزيع ده. يعني المزيع حسيت ان هو حجمه صغير مسلا او حبيت ان انا احركه من مكانه او اعتغلط الغلطة واتحركه من هنا. لو حركته من هنا التراكنج هيبوز معاك. لكن كل اللي انت هتعمله ان انت هتدوز كده هو تدخل على لو حبيت تغير مكانه هتبتدي تنزله من هنا او هتبتدي تعمل للمزيع ده من هنا. يعني كل اللي انت هتعمله هتعمله جوه لكن او هتتحكم فيه من برا. طبعا كده حجمه هيكون بيتغير وكمان الحجم بتاع اللي تحت اتغير محتاج بس ان انا ابتدي ان انا اسحابه تحت كده شوية وحطه بالشكل ده. وكده هيفضل مزبوط معايا. دي كانت النتيجة النهائية يا شباب. مستحيل بتاعك يتحرك حركة مش مزبوطة بالطريقة دي. بتمنى الدرس يكون عجبكم يا شباب لو عجبكم الدرس ياريت ندوس لايك على الفيديو ونشهر الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي علشان الكل يستفيد. وكمان يا شباب اللي مش مشترك في القناة ياريت يشترك ويفعل زرار الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. شكرا ليكم اشوفكم في درس جديد من دروس ادوبي افتر افكت سي سي.